السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منكم الصيام والقيام وجميع الأعمال إن شاء الله خلينا نتكلم عن الحل وفي رمضان قليل من الحل كثير من المشروبات بيمشي الحل كويسة أوي لأننا لو خدت حدة كنافة صغيرة قد دي شوفوا الصغيرة دي بيمشي حلها أوي بيمشي حلها جدا وحقول لكم بعلطرية نعمل بها الشربات الكويس أوكي أشرب إيه مع الحل والكبار يعني خلينا من الشباب والبنات وكل الصغيرين بيمشي حلهم طبعا أوي مع يعني شوية من الحل وبعد الأكل ما فيش أي مشكلة أوكي بس بالنسبة لنا إحنا الكباية الجميلة دي من شاي أوراق الزتون تحفى يعني مهما أكلته حل ومش هيأثر فيكو طبعا هيكل باعتدال حاجة صغيرة أوكي هنجي نتكلم عن الشربات النهاردة أو القطر زي نعمله بطريقة إلى حد كبير صحية يعني نبد عن السكر الأبيض ده خالص خلينا في حاجة اسمها السكر الخام السكر الخام كتير مختلف عن الأبيض ولسه في بعض الفايبر اللي هو الألياف وبعض المعادن يعني مش مخسول ولا متكرر ولا حصل له أي حاجة اللي هو بيكون الخلاصة بتاعي مركز عصير الأصب بيطلعوا منه حاجة زي دي هنا الأمريكا الجنوبية بيسموها بانيلا بانيلا وديه أبارة عن سكر خام حواليكو جماله طعمه مختلف جدا عن السكر الأبيض أوكي هو بيكون شكله كده الهنود عندهم نفس الكلام اسمه ججري تقريبا أو ججري حاجة كده أوكي يعني ممكن اللي عندهم محلات هنود في البلد عندهم حيلقوا فيها أو محلات الأسبان حيلقوا فيها أوكي أو الرو شوجر اللي هو نفسه ده نفسه ده نفس السكر الخام ده بس بيعملوا منه حبيبات اللي أنا هعمل بيه دلوقتي اللي هعمل لكم به شربات فده أنا ممكن أعمله أعمل منه شربات حيبه كتير ما أقول لك أنا 50% من المشكلة بتاعة السكر الأبيض روحت بلس إن أنا هزود عليه كمان عسل طبيعي فهيعمل لي حاجة شربات تقيل طعمه معقول جدا غير طعم العسل بس العسل بس مش بيوزبط قوي في الطعم بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة حط شوية عسل على أي حاجة أنا أنا أعم أوكي مشكلة في ولادنا ولادنا مش بيقبلوا أي حاجة لما يكبروا هم صغرين بيقبلوها فأنا كل كلامي عن اللي عندهم أولاد شباب هيخرجوا يأكلوا برة هيتعزموا برة حييجي الأكل حد عندهم في البيت وهيقولك ده بقى الشربات الحقيقي ده الأكل فإحنا عشان نامل حاجة معقولة أوي قريبا من الطبيعي الرسم اللي أنا بقولك عليها أنا لما أخد قليل من الحاجات يقولها عمراء ما أتأثر فيها هشرب شيء أقدر طبعا بدون سكر هاخد شاي أو رائز زتون التحفة ده لو باخد طبعا اللي بياخدوا الدواء سكر ينتبهوا لأنه ممكن نزلهم السكر أوي فده بيرفكت كمان هيحل المشكلة لو أنا هاخدها بعد الفطار بساعتين ثلاثة ممكن أخد كمان معا شوية من الفروت من الفواكه اللي مش مسكره فبيمشي الحال جدا جدا بلاش يا جماعة كل حاجة لا دي مصحية ده الشفان معدل ورصيا لا الشفان مش معدل ورصيا الأكل لو كاننا بيعتدال مش يحصلين حاجة الناس المعمرة كلها كلها بتأكل كل حاجة ما فيش حد عنده يعني ضايت اللي أنا ما باكلش الحلويات ولا دي ايه أبيض أوكي إن احنا مش هناكل حاجات دي بس الناس دي بتأكل من كل حاجة بسيط هي المهمة أو إن أنا ما أكلش كتير ما بقاش عندي يعني باكل 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 الحاجة البسيطة مش هتفرق معنا وبتحرك كتير وباشرب سواء اللي بقى كتير شاي أقدر زي ما قلنا دلوقتي أوراق الزتون تحفل الشاي بتاحها جميل أوي أشرب الميليسيا قبل منام كل الحاجات دي is perfect وباشرب مايا كتير I'm doing good دايما بتكون المشكلة في الناس اللي بتأكل كتير أي حاجة كتير حتى لو صحية حتطلع حتعمل لنا مشكلة فبلاش نضايق على نفسنا ونخوف نفسنا دا بيسبب كانسر دا يعني حاجات كتير قوي هي ما بتسببشي ودايما بلاقي ناس باعتلي تعليقات لا 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 دا دا مش بيسبب كانسر والحاجات الطبع اللي ربنا خلقها باعتدال is good انجويت وتمتعوا بيها ومتعوا لدكو باعتدال أوكي خلينا نشوفها نعمل إزاي الشربات الصحية الحلو دا وسنية كنافة ماشي حلها للولاد الكبار حنحط كوبايتين من السكر الخام اللي احنا حكينا عليه أكتر من مرة أوكي مع كوباية ونص من الميا دا القوام المطلوبة بقى كده متماسك إلى حد ما حكمل وهقفل عليه خلاصة صدان ألمست هكمل بقى عليه بفنجان من العسل شوفوا القوام القوام العسل بالزبط تعموا أكل حلو تعم الفود مش تعم السكر الأبيض أتقول ولكن تعموا مقبول جدا طبعا الأفضل أنا هستعمل منه طبعا بالمعقول والأفضل أن أنا هستعمل العسل النحل النسل اللي يعني عاوز حاجة really healthy بعسل النحل شكرا